اشتركوا في القناة بلا اعتقد حشروها يا بثمان دقائق يا عشر دقائق ومكتوب له الاجوبة ودشة دشة وحدة حتى يضغطها خلال هالثمان دقائق. شو حكى؟ سألوا يعني اول واحد يسألوا انه انت هل مستعد للتخلي عن الحكم بعد ما صار بلدك كلها الدمار وكلها الغراب وبعد ما قتلت كل هذه الاعداد طبعا هو قال انا مستعد للتخلي ولكن يعني ولكن انا مستعد اذا الشعب السوري طلب مني ذلك شعب السوري بده يعني اظل موجود يا اخي بالله العظيم انه يعني اذا لم تستحي فافعل ما تشاء يعني الشعب السوري الشعب السوري اللي منه 12 مليون مهجر ومن بالسجون الله اعلم والقتل ارقام امم المتحدة تقول 250 الف ربع مليون يعني ومشردين في الداخل وفي ناس موجودين وهاربين ببيوتهم طيب هذا عمل تصويت اما هو اذا اعتقد انه الانتخابات الاخيرة حدا مصدقها يخويمه نفس الشي رفيقك صدام حسين زمان جاء مية بالمية يعني عزة الدوري لما اطلع النتائج قال مية بالمية يومها لا واحد صابوا صداع ولا واحد مات ولا واحد مرض من الشعب العراقي عدده حوالي 25 مليون ولا واحد ولا واحد راحت عليه نومه حتى انه ما يروح مية بالمية ونفس الشي بالنسبة يعني بالنسبة اليك الموضوع ايضا اللي تحدث فيه انه هو هو الان يعني يواجه الارهاب وهو يواجه قود بلده الى اخرين الموضوع الثاني سألوه عن الدموقراطية قال اذا تسألوني مقارنة فرنسا انه انا ما اقارن حالي فرنسا بس يسألوني اقارن حالي بالسعودية بقول لكم انا دموقراطي جدا مين قال له انه السعودية تقبل انه يقارن نفسه فيها يعني لا يمكن لا صار بتاريخ العرب كله انه هل يصير بلد اللي صار اللي صار في سوريا خلال الاربع سنوات الماضية يعني ما ممكن ما ممكن واحد يصور انه باي بلد عربي يصير يعني لا 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 القذافي عمل هيك القذافي كان قاتل وكان يقتل على السكت والقذافي كان مسوي حاله هو مش رئيس وله حاكم هو قائد ثورة ولكن مواطن عادي ومع ذلك كان كان في الشعر وجالس وبالعشرات والمئات والالاف ناس يقتل لكن حقيقة الارقام لا تصل الا هذه الارقام الفلكية ثم هناك يعني من زملاءه الان كيم جونج اون اللي هو رئيس كوريا الشمالية هذا ما احد عارف يشوف بالداخل لا صحافة تفوت ولا ولا حدا يدخل الرئيس السوري يتذكر عندما يتحدث عن الديمقراطية انه المرحوم ابوه سنة 1980 فيه في حمال حالها 40 الف قتيل في حمال حالها هذا غير غير المذابح اللي فيها 200 و 300 و 400 فراطة هذول الناس مش مهتمة فيه لما يكون فيه فيه 40 الف قتيل واستمرت المسيرة من ذلك الوقت كيف يقارن حاله بالناس الاخرين كيف يقدر يقارن حاله بالناس الاخرين وهذا لا يجوز غير جائز اطلاقا نحن نقول انه انه تري يعني قطف الأعناق صار قريبا والحساب صار قريبا وهذه الأرقام والحقيقة والتبجحات غير مطلوبة وغير ضرورية هاي تسيئل شعبه تسيئل للناس اللي معه الناس اللي هربوا عائلاتهم من حلب الى اللاذقية تسيئلهم الناس اللي هربوا من دمشق وعادوا الى القرداحة وإلى المناطق الساحلية تسيئلهم السيئل الضباط المعه الذين يعرفون الحقيقة الى اللقاء